والمتعة والمشاهدة بعد ذلك في مباريات كرة القدم تنطلق صافرة خميس الكواري لذير المباراة التحكيميا يعلن عن بداية اللقاء مساعدة الأول خميس يوسف الشبري المساعدة الثاني إبراهيم الدوسري الحكم الرابع محمد عبد العزيز الحكم المساعدة الإضافي الأول سعود العذبة والحكم المساعد الإضافي الثاني جمال حسين بينما مقيم الحكام الكابتن مولى أحسين هنا الكرة والخطأ السريع في انطلاق سريع كانت حاضرة لمصرحة العربي يتحصل على ركلة حرة ثابتة للعربي فهد خلفان في اللقطة الماضش محاولة لعب الكرة بشكل سريع لكن خميس المري يعيد تنفيذ الخطأ الركلة الحرة ثابتة القادمة لمصرحة العربي المكان قريب من منطقة جزاء أم صلال يدوب في الدقيقة الأولى لبداية اللقاء العربي يتحصل على ركلة حرة ثابتة في مكان قريب ومتاح وخطير أمام مرمى أم صلال الخماسية يتذكرها العربي جيدا في مباراة الذهاب كواحدة من أعرض والنتائج التي حققها العربي في الموسم الأحالي وركلة حرة ثابتة يتواجد الكولومبي أرازيل فرانكو والآخر البرازيلي كارديل واحد بالقدم اليمنى الآخر بالقدم اليسرى كلاهما مهاري في التصويب وإن كان كارديل بموهبة ومهارة أعلى لكن يبدو أن فرانكو أرازيل هو من يفكر في تسديد الكرة الحرة الثابتة القادمة فرانكو بعيدة بعيدة تماما بعيدة تماما يعني ولا شكلها يجيد أو عند القدرات في الكرة الثابتة في هذه التسديدة للأمارة في هذه التسديدة كرة كيفما كانت تتحول بعيدة خارج رضية الميدان من الكولومبي فرانكو أرازيل ركلت مرماتاتي لمصلحة أمصران توقع الأمارية لأمصران ساكبو يحاول مقطوعة في الطرف الأيسر كانت العربي من أحمد فتحي قائد الفريق ضبط الإيقاع في وسط الميدان عامل الربط الأساسي ما بين خطوط العربي في الخلف والأمام أحمد فتحي لكن الكرة برمي التماثل الحاضرة مدير عبد الربو إلى فرانكو أرازيل يحاول المرور في الكرة الماضية طالت بعيدة حساب كمان يقضي على كرة تتحول إلى ركلة مرمى ركلة مرمى لمصلحة أمصران كرة الأخيرة اللي أعدت وتحولت إلى ركلة مرمى حاضرة لمصلحة نادي أمصران ربي التماثل ربي التماثل للعربي توقل تعود في وسط الميدان مجددا حاضرة لمصلحة أمصران كل مباريات الجولة طبعا تشهد أهداف آخرها اللقاء الذي اختتم قبل هذه المباراة السيلية يحقق الانتصار على نادي الخور بهدفين مقابل هدف الآن أمصران والعربي بإذن الله تكون على غرار باقي مباريات الجولة والأهداف تكون حاضرة المصلال قادم من تعادل سلبي في الجولة الماضية أمام الأهلي بدون أهداف العربي حقق اتصار هام ومهم على أهل رضيات بهدفين مقابل هدف متائج الجولة الماضية لكل الطرفين ورمي التماس تنفذ أحمد فتحي بروح رياضية يريد الكرة إلى حرس المرمى للصقور بابا مالك وبوزيان بن عربية مدرب نادي المصلال ناقلة أمامية لساكبو يلعب الكرة في الطرف الأيسر ساكبو تغذي دفاعية الكرة إلى خارج رضية الميدان إلى رمي التماس لمصلحة أم صلا رمي التماس لأم صلا في الجبعة اليسرى عمر يحيان على تنفيذ رمية التماس للصقور في مكان قريب من منطقة جزاء العربي توقل الكرة داخل منطقة الجزاء حاضرة علي محمد على الإبعاد ما زالت الكرة من الطرف الأيمن لمصلحة العربي البحث عن ارتداد من الجبعة اليمنى لكن التغطية أيضا مثالية لدفاعات العربي الكرة مباشرة لدفاعات المصلال والكرة رمية التماس لمصلحة العربي علي محمد في الخط الخوفي يفتقد العربي طبعا مسعود الزراعي في حراسة المرمى ويفتقد أيضا البرازيلي مايلسون صاحب هدف من الأهداف الخمسة في مباراة الذهاب مايلسون والغائب عن العربي في نقاء اليوم نقلة أمامية عرباوية حاضرة من الجبهة اليمنى محاولة المرور فهد خلفاني يتوغل فهد عرضية كرة كول كرة الهدف عدت لكنها ما زالت قائمة للعربي داخل المرض كسقوط خميس الكواري قريب من اللعبة لا يعلن عن شيء لا يعلن عن شيء لكن شفت خلفان الله الله مر من جواد نقل العرضية أمام محمد صلاح مرت الكرة الماضية صاحبة ثنائية في المباراة الماضية في شباك أمو تسديد ماضية لأم صلاح حسام كنال ما زالت قائمة عرضية أم صلاح حلو حلو المباراة الآن في الدقائق الماضية بدأت تنتعيش هجوميا بدأنا نشاهد الفرص الخطيرة وبدأنا نشاهد ربما النوايا الواضحة لكل الفريقين بتحقيق الانتصار بنقاط اللقاء الثلاث جاردياليو عق يتعرض للسقوط في الكرة الماضية الخطأ والركلة الحرة ثابتة لمصلحة العربي حمد صلاح اللي عدت من أمام أخطر الكرات لمصلحة العربي وصاحب الثنائية صاحب ثنائية في مباراة الذهب في شباك أمو صلال المباراة التي تصل فيها العربي بالخمسة الكرة تعوج بنقلة عمر يحيى في الطرف الأيسر عندنا عمر يحيى مع أمو صلال ولدينا جاسر يحيى مع نادي العربي كرة تعود بنقلة لكن أمو أخوان حاضرة مجددة لمصلحة العربي الانطلاقة العرضية خطيرة داخل المنطقة تبعد بشكل خاطئ من جواد حناش عدت إلى خارج أرضية الميدان حذاري يا جواد خلاص يعني في بعض الأحيان السنين لها دورها يا جواد يعني الكرة الأخيرة أخطر كرات العربي مرور فهد خلفان كان من جواد العربي تنقل على القائم الثاني بابا مالك حذاري هو الآخر الحرس القديم لأمو صلال اللي طبعا جعل الصقور تحلق عاليا ليس على المستوى المحلي وإنما في السماء آسيا عندما تمكن أمو صلال من الوصول إلى ثالث المراكز على مستوى دوري أبطال آسيا في أول مشاركاته اثنين من الحرس القديم في تلك الفترة الثهبية للصقور جواد احناش وبابا مالك حاضرين حاضرين لكن حتى الآن نشاهد يعني الليك عليهم في الخط الخلفي الكرة تعود بانطلاق أمامية حاضرة جواد احناش تدخل ويبعد الكرة إلى خارج رضية الميدان مباشرة إلى رمية تماث لمصلحة أم مصلة بابا مالك وسقوط الكرة من يده هنا في الركنية الماضية لحسن حظة لم تجد المتابعة من لعبيها العربي مرت بسنة خميس الكواري يوقف اللعب إلى ماذا يشير خميس يستدعي ساكبو خميس الكواري يستدعي ساكبو يبدو أنه سيتحدث شفويا مع ساكبو ومع أحمد إبراهيم في الكرة المشتركة وفي الاحتكاك البدني الثنائم بين اللعبين ساكبو وأحمد إبراهيم تعود الكرة بنقلة بينية حاضرة من الطرف الأيمن لمصلحة العربي تبعد بابا مالك من لبسه يضع كرة لحسام كمال في الجمعات اليمنى ووسط الميدان محمد كاسولا إلى اللورنس أمامية للمواس أو محمود للإبراهيم ونسماعيل محمود فالطرف الأيمن طالت كرة اللعب الذي بدأ بداياته مع نادي الجيش حاضر مع أم صلال إسماعيل محمود والكرة فيها رمي التماس لمصلحة العربي وحاتب المؤدب كل الفريقين غيروا المدربين طبعا بفعل مباريات أو نتائج السلبية في البدايات الكرة بنقلة كانت حاضرة لمصلحة العربي تحولت إلى خارج جردية الميدان رمي التماس لأم صلال عربي الفريق الوحيد اللي بلا تعادل صحبة الخريطيات طبعا سبت الخريطيات خسائر خمستعشر مباراة فيها أربع تحشر خسارة وانتصار وحيد هذا رقم سيعتبر سابقة في سوء النتائج يحققها الخريطيات في بطولة تورينة خمستعشر مباراة على التوالي فيها ثلاث نقاط انتصار يتيم فقط أربع عشر خسارة دون تعادل يعيش وضعية جدا سيء الخريطيات لكن العربي اللي في المركز السابع لم يتعادل أبدا العربي لا يعترف بأنصاف الحلول إما الانتصار أو الخسارة ستة انتصارات يقابلها ثمانة خسائر للعربي تعود لورنس خلفية لكاسولا محمد كاسولا هيق الكرة في الطرف الأيمن عمر يحيى لمسا لذياب تعود في وسط الميدان كانت حاضرة لأم مصلان عادل علوي خلفية جواد إحناش لمحمد كاسولا بنقلة أمامية كاسولا طبعا اللي يلعب كقلب دفاع في جواد إحناش يعود غياب عادل الرحيل الغائب عن أم مصلان بسبب الإصابة في هذه المباراة كأبرز غيابات أم مصلان وبالتالي يعني نشاهد عادل علوي يلعب في وسط الميدان المحوري اللي يشغل عادة اللي يشغل اللي يشغل اللي يشغل محمد كاسولا وشاهد ذياب العنابي يضم إلى الجبهة اليسرى بشكل أكبر كتناح أكثر منه لعب بسط ميدان محوري تشكيلات أو تغيير في تمركز اللاعبين داخل أرضية الميدان خيارات المدرب بوزيان بن عربية بفعل غياب عادل الرحيل لكن كرة تعود عموما بنقلة أمامية حاضرة من الطرف الأيسر على مشارف المنطقة توقل خطيرة بركلة مرمى حاضرة الآن لمصلحة أم صلال عند بابا مالك مباراة حتى اللحظة بالتعادل السلبي ما بين أم صلال وما بين العربي وكمتابعين كمشاهدين بطبيعة الحال نتمنى أن نشاهد الأهداف ننتظر الأهداف لأنها هي بعد ذلك من تصلع لنا الفرجة من تصلع لنا الإثارة المشاهدة في مباريات كرة القدم تعود بنقلة كانت في وسط الميدان حاضرة طبعا بالنسبة للعربي ولا مرة التعادل السلبي حضر في مواجهات العربي في الموسم الحالي الاعتبار العربي لم يتعادل أساسا لا يوجد لديه التعادل العربي في بطولة الدوري كل مباريات يتصر يخسر لكن أم صلال هو الفريق الذي يعاني بشكل كبير جدا على مستوى التعادلات السلبية وفي الجولة الماضية تعادل سلبا أمام الأهل التعادل الوحيد بالنسبة لك بطولة الدوري السلبي حتى الآن أم صلال لكن شوف رقم سيء بالنسبة لأم صلال إن سبع مباريات متتالية سبع مباريات على التوالي وأم صلال لا ينتصر هذه سلسلة من المباريات والنتائج الغير الإيجابية بالنسبة لسطور برزان الأمر اللي طبعا دفع بأم صلال عندما كان يتواجد قريب من المربع أن يبتعد بمسافة كبيرة الأهلي اقتحم في منافسة المربع الغرافة بمستويات متذقبة العربي يحاول أن يقترب من تنافسية المربع وأم صلال يريد أن ينهي سلسلة من المباريات المتتالية دون انتصار سبع مباريات على التوالي والعربي لا ينتصر آخر ذاكرة أو المصلال عفوا آخر ذاكرة المصلال في الانتصارات في مطلة الدوري كانت على الخور بهدف مقابل لا شيء يومها حقق ثلاث انتصارات متتالية الغرافة ثم الخريطيات ثم الخور وخلاص وقف وقف من تحقيق الانتصارات يعني منذ سبتمبر الماضي 28-9 كانت مباراة على أمام الخور انتصر فيها بهدف مقابل لا شيء وبعدها دون أي انتصار لا 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 اكتوبر وخلص ونوفمبر وخلص وحن في ديسمبر وأم مصلال لا يتصر في بطولة الدوري نقلة تعود في وسط الميدان مجددا حاضرة أمامية فهد خلفان للعربي سقوط صافرة وخطأ وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحات العربي هذه وضعية طبعا تعيشها الفرق اللي بعيدة عن التنفسية على لقب بطولة الدوري تجد ربما يعني يا في البداية أو في النهاية يتألق في البدايات ثم يبدأ السقوط لما نصل إلى أو نقترب من النهايات أو العكس يبدأ بداية ضعيفة ثم يعود أو يتصعد الرتب ويبدأ بداية قوية ويعود في البداية القوية والأداء القوية باستثناء الخريطيات في الموسم الحالي حتى الآن لا البداية ولا حتى الآن أحمد بعد هذه الجولة ستتبقى تسع جولات قبل نهاية بطولة دوري نجوم قطر والأخريطيات لا هو بنفس النهج بدأ ضعيفا ومستمر حتى الآن بأداء ضعيف للإخريطيات آخرها خسارة الجولة الحالية القاسية أمام الريان بسداسية نظيفة هنا الكرة الماضية التدخل الصافرة والخطأ والركلة الحرة الثابتة التي تأتي لمصلحة مصلان في وسط الميدان الكرة الثابتة القادمة مكان بعيد لا يشكل خطورة على مربع العربي في الخطأ الحاضر الآن لمصلحة أم صلان محمود المواس يترك كرة لعمر يحيا اللي يبدو أنه سيقلها الساقطة مباشرة داخل منطقة جزاء العربي في ظل تقدم خمسة لاعبين تقريبا من لاعبي أم صلان في منطقة جزاء العربي الكرة الملعوبة بالرأس في اللقطة الماضية من لورانس لكنها وصلت سهلة لإصاطع عبد النصر توقن فهد خلفان في الطرف الأيسر بعد البدايات مع الرياض بعد ذلك التواجد مع السيلية وقطر حاضر الآن مع العربي فهد خلفان فالطرف الأيسر يملك كرة يحاول التقدم والمرون لكنها تقطع من أمام إلى الساكبو طالت وعدت خارج رضية الملعب أيضا برمية التماس حاضرة مجددا لمصلحة العربي مدير عبد الرمبو في الجبعة اليسرى خميس الكواري يعيد تنفيذ رمية التماس من مكان خروج الكرة رغم أن المسافة يدوق متر أو مترين أخذ عبد الرمبو من مكان خروج الكرة ومكان تنفيذ رمية التماس وفي موقف غير مؤثر في وسط الميدان يعني بعض الأحيان خل اللعب يستمر كثرة الإيقافات تؤثر على رتم المباراة اللي أساسا حتى الآن ما زلنا نتمنى أن يرتفع رتمها بشكل أكبر محمد صلاح يفقد كرة في اللقطة الماضية تحولت مباشرة إلى ركلة مربا تأتي لمصلحة أم صلاح ركلة مربا لأم صلاح ملعوبة أمامية بابا مالك بشكل خاطئ كرة بابا مالك تتحول إلى خارج رضية الملعب رمي التماس للعربي في الجبهة اليسرى يحاول محمد صلاح الدفاع أقرب حساب كمال يعيد لبابا مالك حذاري 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 الخطأ في هذا المكان مكلف يا بابا مالك لكن عدة تمرت أيضا من الجبهة اليمنى محمود المواس بنقلة عرضية داخل المنطقة لورنس يوسيتك تتحول إلى ركلة ركنية حاضرة لمصلحة المصلار من الجبهة اليمنى كرة ثابتة واحدة من الأمور المثالية لذلك استغلت في الوصول إلى شباك المنافسين مقولة داخل منطقة الجزاء خطيرة حاضرة لكن أبعدت أيضا من دفاعات العربي لإسماعيل محمود يلعب الكرة العرضية لا تجد المتابعة لكن يختار مبدأ الأمان ياسين يعقوب يختار مبدأ الأمان وأن يبعد الكرة إلى ركلة ركنية رغم أنه ما فيه أي مصايقة ياسين يعقوب لكن الأمان أفضل والكرة بركلة ركنية حاضرة توقل داخل المنطقة لكنها مبعدة تعود بنقلة من الجبعة اليسرى مجددا أم صلال يحاول أن يهاجب لورنس وسط الميدان عادي العلوي لمسة لمحمد كاسولا كاسولا طالت كرة وإلى خارج شرطية في الملأ بأيرامي التماس حاضرة لمصلحات العربي من الطرف الأيسر تعود حمد صلاح النيل بركلة حرة ثابتة لمصلحة العربي الراكلة الحرة ثابتة القادمة للعربي أحمد فتحي على تفيذ الخطأ تقدم جل اللاعبين الكرة الملعوبة بابا مالك بابا مالك حذاري للمرة الثانية تسقط الكرة ملعوبة بابا مالك صافر حاضرة خطأ وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة المصلال ما قولة أمامية حاضرة باتجافات خلفات سباق وبابا مالك برافو توقيت جيد أيضاً برمي التمس حاضرة لمصلحة تينادي أم مصلال الكرة من الطرف الأيمن الآن مباريات الجولة الشفراء وسخن ديزل لحجم سخن حتى شوية وقت ولكن خلاص للآلي لكن الكرة فيها هجوم الآن للعربي أحمد فتحي يقل العرضية أحمد فتحي تصطد بجواتي حناش وخارج عرضية الميدان الكرة مباشرة برمي التمس عاضرة لألأ عربي من الطرف الأيمن خارج عرضية الميدان تطول من قارتيين إلى خارج عرضية الملعب راكلة بربا لمصلحة أم مصلال بينما في نفس اليوم الضيان يمزق شباك الخريطيات بالست بالست ستة صفر أنا ما ودي هذه الصورة كانت على بعض من جماهير العربي جماهير الأحلام الأوفياء اللي ما زالوا خلف الفريق تشوف الآن خذلك فرس المدرجات تدوب أعداد قليلة بسيطة فقط من جماهير العربي ممكن أن تعدهم باليد الواحدة حاضرين في المدرجات لكن لو رجعت قبل فترة والله ليست بالطويلة ليست بالطويلة يعني حتى في الفترات الماضية يعني قبل مثلا نتكلم عن أربع خمس مواسل مثلا ست مواسل وحتى لما كان العربي مبتعد عن البطولات لكن ظل ثمت الزخم جماهيري للعربوية مدرجات العربي لما يلعب العربي كانت تهتذ بأنصارة بجماهيرية بكرة هدف أول فهد خلفان الله جول عرباوي أول هدف عرباوي أول فهد خلفان في الكرة الماضية استقبل توغل سدد سدد بقدم يمنى ليست الأساسية له لكن يهز الشباك هو الأهم للعربي شوف الكرة ثلاث نقلات لمسات بشكل رائع الله يا محمد محمد صلاح الميد إذا لم يسجل فهو يصنع يضع كرة على طبق من ذهب في مكان رائع فهد خلفان لا يهدر هذا المجهود للعربوية يستقبل استقبال جيد مع مساحة يستثمر فهد عن يمين بابا مالك العربي بأول أهداف اللقاء بأول أهداف المباراة يتقدم قبل أن تنقضي نصف الساعة الأولى في الدقيقة السابعة والعشرين العربي يسجل أول الأهداف واحد صفر للعربي هدف سيحرك المياه الراكدة في اللقاء هدف أعتقد الآن سيعطينا نسق هجومي في المباراة ما بين الطرفين أم صرال اللي ممكن أن يبحث عن الرد السريع في الطلاق حاضرة ذياب من لبسه كرة خاطئة لا تصل لعمر هي أقرب ليسين يعقوب يقل كرة كارتين لمسة لكن مقطوعة العربي بأول أهداف في المباراة الآن يتقدم بالنتيجة واحد صفر واحد صفر ياخذ رايح جاي العربي ياخذ أم صلال رايح جاي في الموسم الحالي والله ممكن ممكن الذهاب لأم صلال والإياب التعادل الموسم اللي قبل الذهاب لأم صلال والإياب التعادل اللي قبل تبادل الانتصارات أم صلال ذهابا العربي إيابا لكن لما ناخذ بالذاكرة ونرجع شوي وراء آخر موسم يعني في لقاءات الفريقين تمكن فريق أن يكسب الآخر ذهابا وإيابا كانت لأم صلال في موسم 2014 2015 الموصلة اليومها 1-0 في الذهاب و1-0 في الإياب الآن العربي ممكن أن يكرر هذا السيناريو في حال أنه تمكن من تحقيق الانتصار في هذه المباراة رابي التماس حاضرة لمصلحة العربي من الطرف الأيمن توقع الأمانية عموما العربي في الموسم الحالي بعد أربع مباريات متتالية لم ينتصر موسم الماضي واللي قبل يأتي في الموسم الحالي العربي وممكن الذهاب انتصر وممكن أنه في الإياب أيضا ياخذ أم صلال هنا الكرة الماضية التي طالت على ساكبو تعود سريعا لورانس يقل كرة الساقطة من يسماعيل محمود أقرب إلى صاطع عبد الناصر لم يتعرض لأي اختبار جدي صاطعه حارس مربع العربي كدلالة على أن أم صلال حتى الآن عاجز من تسجيل الأهداف عاجز عن صناعة الفرص الخطيرة الحقيقية للوصول والتهديف نقلة إذياب العنابي في الوسط صافر لكن حكم المباراة خميس الكواري يعطي مرتقي تحت الفرصة غارد ييل وسط الميدان بشكل ممتاز مرتصر لمحمد صلاح محمد أحمد فتحي إلى مدير لأحمد فتحي يقل كرة الله 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 على التبرير يا أحمد يا فتحي الله على هكذا نقلة وتبريرة من أحمد فتحي الماضية ساقطة خلف الدفاع باتجاه المنطنق مجددا فهد خلفان لكن هذه المرة بابا مالك أسبق للكرة أسبق لألأ الكرة سلامات إن شاء الله لأحمد فتحي يقوم لأن هنا التدخل ضده من إذياب العنابي وبالسلامة لأحمد فتحي يقوم يكمل المباراة مع باقي الرفاق والزملاء لكن عملك تمريرة متقنة رائعة أحمد فتحي لاعب وسط الميدان للعرباوية 25 عام بالنسبة لأحمد فتحي أحد مخرجات العربي كرة بنقلة فالطرف الأيمن مجددا حاضرة حساب كمان يبحث عن المرور يعيد كرة خلفية إلى محمد كاسولا عادل علوي شكل ممتاز يحافظ على كرة عادل علوي يلعب بثقة عالية في وسط ميدان أم صلال الابطلاقة كانت حاضرة كاردييل للعرب آخر حوار له مع أستاذ الدوحة كاردييل للتحدث أنه يتمنى أن يتحرر من الأدوار الدفاعية لأن امتاع في الخطوط الأمامية هذا الأمر ما يقيد عن تقديم الأداء الهجومي وأنه يلعب بأدوار دفاعية أكبر في وسط ميدان العرب كرة بنقلة عموما روكنية لأم صلال ساطع يبعد تعود مجددا عادل علوي تقطع من أمامه ممكن الارتداد خاطئة خاطئة تماما كرة الماضية فرايكو أرازيلا اللعب الكولومبي حاول أن يبقى تمريرا ثاقطة في المساحة باتجاه بحمد صلاح لكن تمريرا خاطئة تتحول إلى رمية تماز لأم صلال كرة بنقلة وانطلاق لأم صلال في الطرف الأيسر دياب العنابي لكن اسماعيل محمود صافر أيضا وخطأ ضد اسماعيل محمود وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة أم صلال ماهو راضي على القرار اسماعيل محمود لكن الركلة الحرة ثابتة من خميس الكواري ولمصلحة الأعربي تمهير العرباوية لموجودين في المدرجات ما زالوا ينتظروا ما زالوا ينتظروا ذلك الإرث القديم والتاريخ التليم زمن البطولات زمن المنصات زمن الأحلام الجميلة بالنسبة للعرباوية ما زالوا ما زالوا بأمال تتجدد في كل موسم يقول لك هذا الموسم غير ولكنه ما في أي غير في أي موسم حتى الآن حتى الآن موسم آخر للنسيات بالنسبة للعرباوية للنسيات لكن الجميل بالنسبة للعربي إن مهما كانت الوضعية مهما كانت المعاناة ومهما كانت النتائج سلبية إلا أن العربي ما زال ثابت مع الكبار ما زال ثابت رغم أن مرت به مواسم عجاف كاد أن يهبط لكنه لا يهبط لا يهبط كل ذلك الإرث لا يمكن أن يهبط العربي انطلاقا من الطرف الأيمن حاضرة عرباوية عرضية داخل المنطقة إلى خارج رضية الميدان يعني مفاجآت الهبوط في بطولة الدوري نجوم القطر ربما يشاهد أن الكبار يتخطفون من حوله فيما يتعلق بالهبوط الريان هبط قطر هبط الوكرة هبط العربي لم يهبط رغم أنه اقترب في بعض الأحيان لكنه يثبت دائما هذه قيمة لكن الأهم بالنسبة لجماهير لطبيعة الحال العودة إلى منصات التتويت راكرا روكريا حاضرة عرباوية إلى جاردييل على تفيد الروكرية يقل في مرطقة الجزاء الله فهد 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 في مدرات اليوم ارتقاء ارتقاء ويالها من ارتقاء فوق الكل في الروكرية الماضية يا فهد خلفان شوف لو لم نعو الله الله يا فهد يا خلفان الله يا فهد خلفان يتعملك في الكرة الأخيرة قوة مع دقة مع هدف ثاني لمصرحات العربي يؤمن به النتيجة ثاني للعربي ثاني له شخصيا فهد خلفان في مباراة اليوم الخمسة تلوغ في الأفق للصقور خماسية الذهاب التي سجلها العربي تلوغ امام الصقور الآن ثنائية ولسه احنا في شوط الأول وهو وما في غيره فهد خلفان من يسجل في مباراة اليوم يسجل الثاني هذه المرة بطريقة مغيرة بالرأس يسجل فهد بالقدم فهد يسجل بأي طريقة فهد خلفان قادر على الوصول إلى شباك المنافسين والعربي بهدف ثاني يؤمن النتيجة بشكل أكبر الآن يوم مصلان استقبل الأول ولا ردة فعل يستقبل الثاني الآن ننتظر ردة الفعل كانت نقلة عرضية من الجبهة اليمنى لإسماعيل محمود عدت إلى خارج عرضية الميدان هاتم المؤتد العربي قلت له ما يعترف أبدا بأنصاف الحلول العربي يا يفوز يا يخسر المناطق الرمادية هذه مش بحسابات العربوية أبدا الآن يتقدم بأهدفين مقابل إلى شيء العربي في شوطن أول لسه يعني قبل أن ينتهي ثمة سبع دقائق متبقية حاضرة ممكن أن نشاهد فيها كثير من الأحداث لمسة اليد في النقطة الماضية والخطأ ضد إسماعيل محمود عربي المباراة الماضية انتصار على الخريطيات الآن يبحث عن انتصار الثاني على التوالي وعموما يعني في الموسم الحالي هي أطول سلسلة انتصارات للعربي مباراتين على التوالي حدثت في مرة واحدة والغرابة أن المرة الوحيدة التي حقق فيها العربي انتصارين متتاليين كانت في نفس المرحلة في مباريات الثهام يعني انتصر على الخريطيات في القسم الأول بهدف مقابل لشيء ثم انتصر على أم صلان انتصارين على التوالي ما في غير انتصارات متتالية غير هذه المرة الوحيدة الآن ممكن أن تتكرر وأمام نفس الفريقين في رحلة الايام لأنه انتصر في مباراة الماضية على الخريطيات الآن متقدم على أم صلان ومحمد صلاح يقود الانطلاق من الجبهة اليوم إلى خارج رضية الملعب إلى خارج رضية الملعب عموما يعني العربي في الانتصارات في الموسم الحالي حيلة على فرق الشمال الخور الخريطيات مصلا انتصر عليهم كلهم في لقاء الذهاب في الايام انتصر على الخريطيات وينتظر بطبيعة الحال الآن هذه المباراة وهو قريب أيضا من تحقيق الانتصار على أم صلال الكرة الملعوبة عدت ومرت إضافة طبعا إلى انتصار على الشحانية بخلاف فرق الشمال رامي التماس حاضر لكن إجمالا مباراة كبيرة وجميلة يقدمها العربي في الشوطى الأول يتقدم بهدفين مقابل لا شيء مع شباك نظيفة حتى الآن والعربي عند أربع مباريات بالمناسبة لم يستقبل فيها أهداف العربي أخذ لك الخور رايح جاي أخذ لك الخريطيات رايح جاي وأخذ لكم مصلال رايح وممكن يأخذ جاي الحين هذه ست مباريات شف كلها على فرق الشمال وانتصار وحيد فقط كان بعيد عن فرق الشمال اللي هو الانتصار على الشحانية بثلاثية نظيفة رامي التماست لمصلحة العربي ما قوله جواد حناش يبعد تعود في الجبهة اليسرى عمر يحيى يقود الاطلاق أمامية ملعوبة ساكبو يحاول لكن كرة تبعد من أمامه أطول سرسلة انتصارات كما ذكرت مباراتين لكن أطول سرسلة خسائر أقصى من كده يعني تلقى خمس خسائر على التوالي العربي في بطولة الدوري في الموسم الحالي صافرة خطأ خطأ هنا في اللقطة الماضية وسلامات إن شاء الله سلامات اللي واقع على أرضية الملعب يبدو أن جواد حناش بالسلامة إن شاء الله لجواد كرة الماضية السقوط الصافرة والخطأ والركلة الحرة الثابت ركلة الحرة الثابت حاضرة لمصلحات أم بصلال جواد حناش إياق الكرة من الجبهة اليمنى ساكبو برأسية خلفية أحمد إبراهيم على التغطية والإبعاد بشكل ممتاز لكن تسترد لورنس إلى الساكبو إلى حسام في الجبهة اليمنى يحاول المرور حسام وصراح في الأخير الكرة تتحول إلى ركلة مرمى تأتي لمصلحات العرب راكلة مرمى لألأ عرب هنا رأسية فهد خلفان رغم أنه كانت في مضايقة من لورنس لكن فهد براف لارتقاء ودقة التوجيه كانت الكرة محكمة رأسية الأخيرة لفهد خلفان اللي يسجل الثاني للعربي الثاني له شخصيا في مباراة اليوم دقيقتين متبقية متابعين مشاهدين الكرام قبل النهاية والختار لشوط المباراة الأولى النتيجة حتى اللحظة يتقدم فيها العربي بهدفين مقابل لا شيء تعود الكرة منقولة عمر يحيى في الطرف الأيمن بنقلة أمانية على الصقور لورنس في وسط الميدال لأم صلال إعاقة أيضا صافرة وخطأ صافرة وخطأ اعتذار جميل من فهد خلفان في الأخيرة اعتذار جميل في إعاقة لورنس واعتذر له بعد ذلك وركلة حرة ثابتة لمصلحة أم صلال محمد كاسولا يقل إلى لورنس إلى محمد كاسولا عادي العلوي كاسولا جواد حناش كرة مبقولة في الجبت اليمنى لكن خاطئة أيضا من جواد تعود عادي العلوي في الوسط إلى محمد كاسولا نقل أمامي الساكبو يحاول أن يهيئ بالرأس مبعدة تعود بنقلة ياسين يعقوب يترك الكرة مباشرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى ركلة مرمى تأتي لمصلحة العرب ركلة مرماني العربي ملعوبة الكرة لورنس يبعد تعود باتجاه ساكبو يضعف الطرف الأيمن من لمس اسماعيل اسماعيل على مشارف المنطقة يحاول في الكرة الماضية لكنها أيضا تقطع من أمامه تعود سريعة محمد صلاح عربوية غاردييل خطير فنان بقدمه اليسرى يقل كرة لكنها مبعدة تعود مجددا غاردييل العربي في وضعية هجومية فهد خلفان في الجبهة اليسرى يقل كرة لمحمد صلاح محمد صلاح يحاول المرور الصراع وصافر وخطأ لأم صلال يشير خميس الكواري عموما الوقت الأصلي الآن 45 دقيقة تنقضي وتنتهي المتابعين مشاهدين ودقيقتين وقت بدل طائع يشير اليهم حكم المبارات هنا محمود المواز اللي حاول في الكرة الأخيرة لكن الكرة أبعدت من أمامه في الخط الخلفي محمد كاسولا ساكبو كاسولا لإعادة العلوي جواد إحناش في الجبهة اليسرى جواد من لمس المواز ومصلال يحاول ربما أن يبحث عن تقليص الفارق في شوط المباراة الأول على أقل تقدير قبل الذهاب إلى قرف تبديل الملابس جاردييل مرور رائع وأليق بألاقة هذا اللاعب البرازيلي الممتز بع العربي حاول المرور جاردييل لكن يتعرض للإعاقة أيضا خطأ وبطاقة صفراء بطاقة صفراء ضد جواد إحناش شوفنا إعاقة جواد يتحصل على إثرها على البطاقة الصفراء جواد إحناش في الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول وأعتقد أن الكرة القادمة ستكون الأخيرة في شوط اللقاء الأول لأن الدقيقتين اللي قدرهم خميس الكواري كوقت بدل ضائع انتهت الآن انقضت آخر عشر ثواني وركل حرة ثابتة لألأ عربي جاردييل على التنفيذ يلعب الساقطة على مشارف المنطقة تبعد لأم صلال لورانس وصافرة الختاب متابعين الكرام لشوط الأول العربي بثنائية نظيفة يتقدم في هذا الشوط مزيد من الحديث الفني حول الشوط الأول بطبيعة الحارة وصاف رزق عبد العزيز حسن بسعود في المعدك تبصط الميدان المحوري بالنسبة لي أم صلال هل نشاهد ربما أدوار ستكون إلى الأمام نوعا ما إضافية بالنسبة لي عادل علوي لعب الارتكاز الثاني ممكن لكن الباقي الأسماء نفس الأسماء بالنسبة لي أم صلال بابا مالك عمر يحيان لورانس عادل علوي محمود المواز يانيك ساكبون جوات إحناش كالسولة إسماعيل محمود وحسام السيد بينما العربي لم يجري أي تبديل أي تغيير هي نفس الأسماء التي بدأت الأول تبدأ الثانية الآن قدم شوط أول مثالي في هدفين فيه شباك نظيفة فبالتاني يعني لا يوجد ما يستدعي التبديل بالنسبة للعربي ساطع عبد الناصر حراسة المرمى لدينا علي محمد أحمد فتحي دياغو قارديل محمد صلاح فهد خلفان مدير عبد الربو فرانكو جاسر يحياء أحمد إبراهيم وياسين يعقوب هي تشكيلة العربي يبدأ الشوط الثاني بخطأ الآن ركلة حرة ثابتة حاضرة لمصرحة أم صلال ممكن يعني أم صلال طالما استعصت أمام الحلول من كرة متحركة فممكن أن يأتي الحل المخرج من خلال كرة ثابتة إن استثمرت هي طريق سريع للوصول إلى الشباك حاضرة الآن لأم صلال عمر يحيى على التنفيذ يقل كرة ساقطة ملعوبة تبعد تسترد مجددا داخل المنطقة للمصرال عادي العلوي فالطرف الأيمن لقطة الماضية كل لعبي العربي كانوا متراجعين في ملعبين من أجل التغذية في الكرة الثابتة الأخيرة اللي خلاص الآن عدت وتحولت ربي التماس توقع سريع في الوسط أحمد فتحي يقل كرة أمامية كاردييل استقبال جيد للكرة كاردييل في الوسط صراع ضد صافرة وخطأ وركلة حرة ثابتة لمصلحة العربي أحمد فتحي أحمد صلاح لأحمد مجددا هاتخذ خميس يعطي ممتع تحت الفرصة ياسين يعكوب يعيد كرة خلفية لعلي محمد جواد إحناش بنقلة بنقلة فالطرف الأيسر من لبس المواس إلى لورانس لورانس أماميا لساكبو ساكبو محاولة المرور ساكبو وياسين برافو ياسين برافو أيضا على التغطية الدفاعية يبعد الكرة إلى رمي التماس تنفذ سريعة ومجددا يبعد ياسين ياكوب إلى رمي التماس حاضرة لمصلحة أم صلال في الجبهة اليسرى واضح تماما أن أم صلال تعليمات المدرب بزيان بن عربية بالهجوم مع انطلاقات الشوط الثاني سبع مباريات متتالية لأم صلال دون انتصار لا يريد أن تكون الثامنة وإن كانت يبدو أنها ستكون كذلك يعني هو لو عاد بالتعادل بعد التأخر بهدفين ستعتبر نتيجة إيجابية يحتاج إلى هدفين للتعادل وثلاثة للانتصار يقابلها ألا يستقبل رمي التماس حاضرة للعربي غارديين غارديين على تفريد رمي التماس مباشرة إلى جاسر يحيى جاسر بالمناسبة يعني سجل في المباراة الفريقين في مرحلة الذهاب سجل هدف من الأهداف الخمسة وهو هدفا وحيد في الموسم الحالي بقميص العربي جاسر يحيى كان في شباك أموصل رمي التماس حاضرة ياسين يعقوب يلعب إلى غارديين غارديين محاصر بلعبين اثنين لكن يحافظ على كرة بشكل ممتاز تتحول إلى خارج رضية الملعب العربي يتمكن من أن يبقي الكرة بحوزته على خط التماس رغم المضايقة من دفاعات أموصلال بشكل خاطئ الكرة الأخيرة من البديل طلال علي اللعب الذي كان حاضر في الموسم الماضي مع المرخية المرخية هبطت فطارت الطيورة طلال علي هنا ونشاهد أيضا في هذه المباراة محمد صلاح النيل أيضا اللي كان مع المرخية في الموسم الماضي وركلة ركنية عربوية مقولة داخل المنطقة بابا مالك هذه المرة أسبق إلى الكرة يلعبها مباشرة بحث عن ارتداد لأموصلال برافو جاسر يحيى برافو تغضيها بشكل ممتاز يبعد كرة إلى خارج أرضية الميدان رمي التماس لمصلحة العربي أو لأموصلال عمر يحيى إلى اللورنس لورنس بنقلة إلى محمود المواز المواز كرة في المساحة باتجاه اسماعيل محمود وبرفو أحمد إبراهيم تغضيها بشكل ممتاز أحمد إبراهيم يبعد إلى رمي التماس سريعا تنفذ لأموصلال عمر يحيى ينطلق يلعب كرة بينية خطيرة اسماعيل عرضية داخل المنطقة ودفاعات العربي على الإبعاد يضغط الآن أموصلال برمي التماس داخل منطقة الجزاء ملعوبة تسترد لورنس في الطرف الأيسر عمر يحيى بعرضية داخل المنطقة أيضا يتصدى ياسيم يعقوب وتتحول الكرة الأخيرة إلى ركلة ركنية ركلة ركنية الشوط الثاني بأداء سريع مثالي الآن يقدم من كل الطرفين أموصلال رقبة الهجومية واضحة في البحث عن إمكانية التعديل والعودة في طلاقات شوط المباراة الثاني يتحصل على الركلة الركنية الآن حاضرة محمود المواس على التنفيذ العفة القصيرة تعود بعرضية المواس داخل المنطقة عدة تمرت عدة تمرت من محمد كسولة الكرة إلى خارج الملعب ركلة مرمى لمصلحة العرب ركلة تمرمى ساطي عبد الناصر يأكلها أمامية تعود وسط الميدان فرايكو برأس الثالث عرباوي الثالث عرباوي خطأ قاتل يا جواد أمام من لا يرحمك في هكذا أخطاء محمد صلاح النيل يسجل ثالث الأهداف العرباوية محمد صلاح هداف العربي في الموسم الحالي يسجل شوف جواد كيف يخطأ ومحمد لا يخطأ مر من بابا مالك المرمى مفتوح أمامه تماما وثالث الأهداف العرباوية في الوقت اللي يهاجم أم صلاح يبحث عن تقليص الفارق العربي وكأنه يقتل المباراة يقتل أي أمل لأم صلاح في العودة يسجل الهدف الثالث بثلاثية عرباوية بيضاء يتقدم الأحلام على أم صلال شبح الخمسة يلوح مجدداً أمام أم صلال خمسة في الذهاب ثلاثة في الإيام ثمانية للعربي في الشباكة صقور ولسه لم تنتهي المباراة بعد لم تنتهي المباراة بعد شوط ثاني يدوب عشر دقائق أولى منه لم تنقضي ثمان دقائق أولى فقط لانطلاقة الشوط الثاني والعربي يسجل الثالث وثلاثة صفر ثلاثة صفر لمصلحة العربية الآن نتيجة قاسية بمطلق الأحوال على أم صلاح قاسية على أم صلاح العربي في انتصارات الماضية يعني هو ينتصر واحد صفر على الخور رايح جايب نفس النتيجة واحد صفر على الخريطيات واحد صفر في الذهاب ثلاثة واحد في الإيام وحده أم صلاح اللي يتحمل هذه الكلفة الهجومية من العربي خمسة في الذهاب ثلاثة في الإيام الآن كورة تعود بنقلة حاضرة ساكبو على مشارف المنطقة تصويبا للصقور تبعد تعود في الطرف الأيمن باتجاه فرانكو معيف كاملا كاملا الاحترام للكولومبي فرانكو أرازيلا لكن ما لحضور مؤثر مع العربي اللعب الكولومبي حمد صلاح على أرضية الميدان ما يقدم المحليين أفضل بكثير بما يقدم المحترف فرانكو أرازيلا هارتادو اللعب الكولومبي صحبة العربي يعني في أسماء أخر خلن نقولك سيناريو آخر إن محمد صلاح يلعبك رأس حربة صريح ممتاز ومثمر ورائع ويعطيك اللي تبغيه من رأس الحربة اللي هو الوصول وهز شباك المنافسين ما عليك لا أفضل من فرانكو بمراحل يعمل المدرب هذا شيء يدفع بمحمد صلاح رأس حربة يعيد فرانكو كجناح على الجبهة اليمنى وبعض الأحيان يبط إلى وسط الميدان لما يلعب بالأربعة أربعة ثلاثة ويلعب كجناح لما يختار الأربعة ثلاثة ثلاثة لكن أيضا حتى في هذا المركز أعتقد في أسماء على ذكة العربي ممكن أن تؤدي أفضل من فرانكو في وسط الميدان سواء تحدث عن أحمد النحوي أو عبد الرحمن عناد حمد الحربي سلامات إن شاء الله هو أفراكو الآن يسقط على أرضية الملعب يعني مو شرط محترف بعض الأحيان إينا يعني يقول لك تبديل عموما أبراهيم ناصر كلا راح ينزل أرضية الملعب في التبديل القادر للعربي بعض الأحيان يقول لك يعني هذا لاعب محترف دفعت عليه المبالغ صرفت عليه الأموال تضع على دكة هذه قضية ضرمين خلنا أقول لك بالنسبة للمدرب أنت إذا شاهدت أنك تشرك لك لاعب على حساب لاعب حتى وإن كان محترف صح يخدم الفريق هذا اللي يفترض أن تختاره لأنه سيخدم الفريق ويخدمك في النتائج هي الوضعية هذه بشكل أو بآخر خلنا أقول لك ممكن تضر الإدارة نوعا ما أنك تجمب لاعب محترف لا يقدم الكثير للفريق كرة بالطلاقة حاضرة أمامية بينية ويظل حبيث الدكة يعني ستكون فيها كلام كبير بعد ذلك كلام كبير اندفعت الأموال حتى تضعها على الدكة لكن هذا مستوى لأمانة ناقلة أمامية حاضرة ساكبو يمكن قسن على لاعب نوعا ما لكن العربي أكبر من أي اسم كرة فيها تصويبة خارج أرضية الملعب مباشرة ركرة مرمى التمديل يأتي إبراهيم ناصر ينزل أرضية الميدان ومحمد صلاح هو اللي يغادر محمد صلاح اللي يغادر وفراكو أرازللا في أرضية الملعب كرة ما قولة عبوما يعني أنا واحدة ممكن اللي يقول لك من الأشياء اللي كرأي شخصي تكون أفضل للعربي أنك تدفع بكاردييل بأدوار هجومية أمامية خلف فهد خلفان ومحمد صلاح وبأحمد النحوي كلاعب وسط محوري بأدوار دفاعية ممتاز أحمد النحوي في هذه الأدوار ما تحتاج فرانكو ورح تكسب كاردييل في الأداء الهجومي اللي يبدع فيه كاردييل كرة عموما بنقلة حاضرة في وسط الميدان عادل علوي في الجبعة اليمنى موقولة الكرة لكنها تبعد تصل في الطرف الأيسر بنقلة أمانية للعربي أرازيلا يملك كرة يرد عليه ممج خليه يرد يلعب كرة بينية أرازيلا فرايكو إلى كاردييل بنقلة لياسين يعقوب فالطرف الأيمن ياسين كاردييل يملك كرة في الوسط كاردييل خلفية لأحمد إبراهيم في الجبعة اليسرى حاضرة لمدير عدربو أحمد فتحي في الوسط للعربي أحمد يقل كرة يحاول فرايكو خاطئة مقطوعة تعود إلى اللورانس فالطرف الأيسر لعمر يحيى عمر يقود الانطلاق تدخل ضده صافرة وخطأ وراكل حرة ثابتة ركل حرة ثابتة وسلامات إن شاء الله سلامات لعب أم صلال اللي واقع على أرضية الميدان شوفوا التدخل كان من فهد خلفان لا يكتفي بتسجيل الأهداف فهد خلفان بل أيضا يقوم بأداء واجبات الدفاعية على خير ما يرام تدخل الأخير مع عمر يحيى ليسقط على أرضية الميدان سلامات إن شاء الله سلامات محمد السيد أبو بكر راح ينجزل أرضية الميدان محمد سيد جدو واسماعيل محمود هو من يغادر ثاني التمديلات في تشكيلة أم صلال اسماعيل محمود سيغادر ومحمد السيد هو اللاعب اللي ينزل أرضية الملعب كورة وقل ساقطة داخل المنطقة تبعا تعود بنقلة كارديل فالطرف الأيسر يبلغ كورة كارديل يبحث عن التقدم إعاقة خميس الكواري يشير بالاستمرار تعود لكيه محمود المواز في الجبهة اليسرى محمود ينطلق يلعب كورة بينية لكن مقطوعة أيضا شكل ممتاز بالدفاعات العربي فهد خلفان يقل كورة في الطرف الأيسر فهد تعود لأحمد إبراهيم كورة بنقلة أمامية لمصلحة الأعربي الساكبور بالرأس لكن كورة تصل سهلة مباشرة إلى حارس المرمى ساطع عبد الناصر العربي يحقق الانتصار في مباراة اليوم سيرفع رصيدة إلى 21 نقطة وبالتالي سيتواجد في المركز السادس متقدما أمام الغرافة اللي سيبقى بـ 18 نقطة 21 نقطة وسيكون الفارق ما بينه وما بين الرياض صاحب المركز الرابع ست نقاط مباراتين والمواجهة القادمة للعربي ستكون أمام الريان أمام الريان يوم الخميس بحول الله وعون في لقاء جماهيري من الطراز الأول في كرتنا المحلية العربي والريان والتنافسية الأزلية يعني ربما التنافسية العربي والريان انتقلت من الملعب لتصبح أكثر حدية في المدرجات من أجل الفقط التنافسية من جمهور أكبر كرة تعود بنقلة حاضرة لأم صلال من الطرف الأيمن كرة ملعوبة دفاع إلى خارج رضية الميدان إلى رمي التماس رمي التماس حاضرة صراعات بالنسبة على المستوى المحلي صراع اللقب خلاص محصور بين اثنين كما كان الحال في الموسم الماضي ما بين الدحيل وما بين السد وربما الجولة الحالية والتي حملت خبر أكثر من سار للزعيم السداوي عندما تمكن قطر من عرقلة الدحيل بالتعادل أمامه بهدف لمثله الأمر الذي أتاح للسد أن يقلص الفارق مع الدحيل في صراع اللقب إلى فارق نقطة هو على قمة الإثارة والتنافسية ما بين الفريقين أعد خذلك مباراة اللي للقادمة يوم الثلاثاء المباراة المؤجلة ما بين السد وما بين الدحيل وجها لوجه الزعيم للانتصار وقت ناص الصدارة الدحيل للانتصار وتوسعة الفارق أو التعادل وبقاء الأمور على ما هي عليه صدار للانتحيل لكن بفارق نقطة كرة باطلاقة عرباوية من الطرف الأيمن تتحول إلى خارج رضية الميدان سراع سراع المربع السيلية الثالث بثمانية وعشرين نقطة الريان الرابع سبعة وعشرين نقطة الأهلي منافس جلس لهم على المربع خامسا بستة وعشرين نقطة الغرافة بعد ذلك وبمسافة بعيدة لو عن ما ثمانتعشر نقطة كحال العربي ثمانتعشر نقطة لكن العربي أمام الفرصة أن يتخطى حاجز العشرين يصل إلى الواحد وعشرين نقطة من خلال هذه المباراة التي يتقدم فيها بثلاثية حتى اللحظة ركنية كانت عرباوية تبعد من الدفاع مباشرة إلى خارج رضية الميدان راكلة ركنية مجددا لمصلحة العربي غارتييل اختصاص الكرات الثابتة العربي سجل هدفه ثاني من راكلة ركنية يبحث عن الرابع الآن الكرة بابا مالك بقبضة يده يبعد تعود بنقلة بانتجاه محمد جدو مقطوع للعربي احمد ابراهيم يضع في الطرف الايمان غارتييل استقبال جيد غارتييل مع ترويض محاولة المرور يحافظ على كرة لكنها محاصر بلاعبين اثنين غارتييل يا سلام يا سلام يا سلام لاعب بقيمة ثنية عالية جدا كرة لا يمكن ان يفقدها بسهولة حتى وان كان محاصر بلاعبين او ثناثة غارتييل ممتاز كرة عربوية الرابع يا فهد الرابع قريبة كانت كرة الرابع للعربي فهد خلفان يسدد هذه المرة على قدمه اليسرى المثالية بالنسبة لها لكنها افتقدت الدقة تحولت خارج الميدان ركنت مرماري ام صلال غارتييل مجددا مر غارتييل راح غارتييل راح 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 تحولت عربوية تصويبة خارج ارضية الميدان يا ناصر ابراهيم ناصر البديل ابراهيم شوف غارتييل وماذا يفعل حط هنا يا رجل حرر غارتييل من الادوار الدفاعية وخذلك لوحات هجومية رائعة للعربي سواء على مستوى الصناعة اللي يبدع فيها غارتييل أو حتى التسجيل الجبهة اليمنى اللي يتواجد فيها غارتييل للعربي تولع تولع صناعة الفرص تأتي بشكل واضح للعربي من الطرف الايمن حاضر الان افرايكو افرايكو الكولوبي يحاول المرور مقطوعة من امامه ما عنده ما في مهارة اساسا انك تمر مقطوعة من امامه ولاحظ الفالك بين تصرف فرايكو واحد على واحد وتصرف غارتييل واحد على اثنين هو واحد على واحد وفقط كرة تعود ياسين يقوم في الجبهة اليمنى حاضرة الى فرايكو ارازيلا يفقد كرة مجددا والله انا اتمنى يعني ما ودنا نشت عن اللعب لكن اتمنى من يتابعنا يراكب بشكل جيد كم مرة فرايكو يفقد الكرة كثير جدا يفقد كرة فرايكو وهذه سلبية على اداء الفنين كالنجموعة وعلى اداء اللعب شخصيا عملية فقدان الكرة خلاص يتنتهي اللعبة بالنسبان لك اي تكتيك اي خطة اي طريقة تريد ان تنعب بها بالكرة شيء مهم جدا بالنسبة للفنين افرايكو لا يجيد بالكرة ابدا يفقد كرة بسهولة اللعب الكولومبي افرايكو اراتيلا كرة كانت في اللقطة الماضية حاضرة لمصلحة المصران لكن فيها لمسة تد ايضا ووصلت الى ساطع عبد الناصر حارس مرمى العربي هنا المطالبة بركلة مرمى وانا الكون الاخيرة طالت هي فعلا كذلك قرار حكم اللقاء بانها ركلة مرمى لمصلحة العربي حاتم المؤدل الفريق مقدم مبارتين الان على التوالي بشكل ممتاز امام الخريطيات وامام ام صلال في هذا اللقاء والله يملك اسماء ممتازة العربي يملك اسماء ممتازة لكن لي شخصيا ما زلت عند رأي هنا الثغر الكولومبي فرايكو ارازيلا سلامات ان شاء الله سلامات لعب ام صلال اللي واقع على ارضية الميدان هنا دوس على القدم عادل علوي لعب ام صلال بالسلامة ان شاء الله بالسلامة غير مقصودة بطبيعة الحال من احمد فتحي وسلامات لعادل علوي لعب ممتاز في وسط الميدان الكرة ممتازة في قدم في الاستقبال او حتى في التمرير اكثر من مشهد ولقطة تشاهد عادل علوي يستقبل تحت الضغط دون ان يفقد كرة وهذه ميزة ممتازة ميزة ممتازة للاعب يلعب في وسط الميدان كيف يستقبل الكرة تحت الضغط يريح لاعبين بشكل كبير بعد ذلك يفتح الملعب بالنسبة لعادل علوي يجيد هذه الادوار لكن تعال شوف لك بعض اللاعبين اللي اساسا يستقبل الكرة وهو مو مضغوط ويفقدها مع ذلك تبديل الآن في تشكيلة العرب طارق حامد راح ينزل ارضية الميدان وفرانكو يغادر فرانكو ارازيلا يغادر اللاعب الكولومبي وطارق حامد عبد المجيد هو اللاعب البدير فرانكو يغادر وطارق الى ارضية الملعب في تبديل ثاني في تشكيلة العرب وخيارات المدرب حاتم المؤدب كورة بنقلة تعود من الطرف الايمن لأم صلاة طلال علي او محمد كسولة الى جواد جواد احناش لعادل علوي يعني البزيان بن عربية مدرب ام صلال متأخر بثلاثية ويريد ان يهاجم ما عند مجال ان يهاجم مع ذلك كان للامانة حتى الان مثلا لعبي الوسط المحوري طلال علي وعادل اعلوي ما زالوا متمركزين في الدائرة ادوارهم الهجومية محدودة كورة بنقلة تعود تحتاج للزيادة العددية في الخط الاماني حتى تتمكن من تقليص الفرق من تسجيل الاهداف متأخر بثلاثية البيضاء لكن كرة فيها هجوب عمر يحيا ينقل العرضية تبعد الى خارج ارضية الملعب الى رمي التماس ترديل اخر رياتي في تشكيلة ام صلال بازمان خوبيري ينزل ارضية الملعب ومن يغادر حساب كمال الظاهير الايمن حساب كمال سيغادر بازمان خوبيري ينزل ارضية الملعب عادل علوي راح يضم الى الطرف الايمن في مركز الظاهير الايمن لورانس راح يعود كلاعب وسط ميدان محوري في جوال طراء العلي مكان عادل علوي اللي راح فيه جبهة اليمنى مكان المغادر حساب كمال وبازمان خوبيري اللي نزل ارضية الميدان سنكون لعب وسط في صناعة اللعب مكان لورانس يعني تبديل من خارج الملعب وتبديل ايضا في مراكز اللاعبين داخل الملعب بالنسبة لامة صلال كورا ما قولة بزمان خوبيري اللي يعتقد اللاعب اللي الزمناء في الستود التحليلي عبد العزيز حسن ووسام رزق طالبوا به وانه الحل الهجومي الامثل لامة صلال كتبديل يأتي بين الشيطين وانه افضل اسماء على الدكة لكن بزمان خوبيري يأتي في اخر عشرين دقيقة قبل نهاية اللقاء كورا عرضية ملعوبة سهلة الى حارس المربع ساطع عبد الناصر بنقلة احمد فتحي وسط الميدان اماميا الى كارتيال يالسلام بنقلة تصل لكنها مقطوعة ايضا تعود لأحمد فتحي في الوسط احمد في الجبهة اليسرى الى ابراهيم ناصر احمد فتحي هاتو خذ بشكل ممتاز في المساحة ابراهيم عامل السرعة افضل فيها عادل علوي في التغذية يبعد الكرة الى خارج رضية الملعب الى رمي التماس حاضرة عادل علوي يذهب ليلعب كظهير ايمن اعتقد ستفتقد الميزة الممتازة لعادل علوي في الاستلام تحت الضغط والخروج بالكرة اللي كان يؤديها وهو في وسط الميدان نقلة تعود حاضرة بالطلاق سريعة لاموس لالس ساكبو وسط الميدان ساكبو يقل كرة الى لورنس لورنس يتقدم لورنس يحاول الاختراق لورنس لورنس داخل المنطقة يقل كرة لاموس لول اهدر بزمان كرة لا تهدر بزمان خوب يري يهدر كرة لا تهدر بعد مجهود جبار للامانة في وسط الميدان قدمه لورنس تقدم واخترق ومر الكرة على طبق من جهب لبزمان يقول لا سجل يا بزمان وبزمان يقول لا ما راح سجل كرة خارج رضية الميدان تتحول ركلت مربع للعربي وسلامات إن شاء الله سلامات فرصة هي الأخطر كانت لأم مصلال من أجل تقليص الفارق لكنها أعدت إلى خارج رضية الملعب سلامات سلامات إن شاء الله ساطع اللي واقع على أرضية الميدان وأيضا لدينا أحمد إبراهيم لعبين اثنين من العربي لكن هذه الفرصة هي أخطر الفرص لكنه أهدرت من قولة في الوسط مجددا حاضرة لأحمد فتحي عرباوية الكرة أحمد فتحي مجددا على مشارف المنطقة مقولة داخل المنطقة خطورة الكرة الماضية تعود على مشارف المنطقة الجزاء لمصلحة مصران لورانس بزمان في الطرف الأيمن بتسويب الله الله الكرة الماضية يتصدى الصاطع تعود جواد في إبعاد إلى خارج رضية الميدان كرة الأخيرة تتحول إلى رمي التماس لمصلحة الأعربي هنا لورانس والله قدم مباراة جميلة لورانس ستستعيد ولو قليلا من الزمن الجميل اللي كان فيه مبدع مبدع بشكل كبير وربما واحد من أفضل لعبي وسط الميدان في ملاعبنا لورانس تبديل الآن التبديل في تشكيلة العربي فهد خلفان صاحبة ثنائية في مباراة اليوم سيغادر أرضية الميدان وخلدون إسماعيل هو اللعب البديل القادم والأخير في خيرات المدرب حاتم المؤدب وفي تشكيلة النادي الأعربي لورانس والفترة الذهبية التي قضاها في هذا الملعب تحديدا ملعب ثاني في الجاسب صحبة الفهود عندما كان الغرافة في تلك الفترة لا يقر على المستوى المحلي عندما كان الغرافة هو المرشح الأبرز لأي مسابقة وبطولة محلية لدينا هنا وأسيويا عمل شغل كبير ولم يوفق كثيرا لورانس كان أحد الأسماء الجميلة والديناميكية المحركة للغرافة في وسط الميدان في لقاء اليوم مع الصقور قدمت شيئا من ذلك الزمن الجميل لورانس لكننا خلاص ما يوصل شكرا للميزان أحد الأسماء تحفيز قناة أحد الأسماء كورا منقولة وسط الميدان مجددا حاضرة لمصلحة مصران منقولة كورا بينية خارج رضية المرعد مباشرة تتحول إلى ركلة مرمى ركلة مرمى للعربي 3-0 على أم صلال رايح جاي العربي يأخذ أم صلال في الموسم الحالي فرحة مستحقة للجماهير العربوية لحظرة في المدرجات وقبل الفرحة شكر وإشادة بهؤلاء الجماهير شكر وإشادة نحن نفتقد مثل هذا الحضور في المدرجات مباريات تأتي أحيانا بمستوى فني مرتفع جدا على مستوى أداء كرة القدم لكن هذا المستوى الفني لا يظهر بريقا ورونقا وجمالية إلا بحضور جماهيري يتفاعل مع كل لقطة مع كل حركة بكرة الآن خطيرة لأم صلال عرضية حاضرة والدفاع يبعد الدفاع يبعد تعود النقل إلى خارج رضية الميدان لذلك أعتقد والكثير سيتفق معي في الشارع الرياضي لدينا مهما كانت ميولك الرياضية فإن تنافسية أو بقاء تنافسية العربي والريان على البطولات مهمة جدا مهمة جدا من أجل جمالية كرة القدم لدينا هم من يملكوا الزخم الجماهيري وجودهم في التنافسية أمر مهم جدا إضافة طبعا إلى الأمدية التاريخية الأهل الوكرة اللي نفتقد لموسم ثاني على التوالي قطر الغرافة عودت هذه الأمدية للتنافسية عودت هذه الأمدية لصنع الإثارة في ما يتعلق بالتنافس على الألقاب سواء الدوري أو حتى بطولات الكأس كثيرة بإعادة الجماهير لك أن تبقى كل الألقاب حكرا في تنافسيتها على ناديين أو ثلاثة هذا الأمر بشكل أو بآخر يضر في حماسة الجماهير للمؤازرة والحضور المؤازرة والحضور هذا يتطلب عمل كبير من قبل إدارات الأنذية لإعادة أنذيتها إلى الواجهة كرة فيها انطلاقة زعيم موجود معاني خوف الدحيل يأكل الأخضر والياب ويملك كوكبة من اللاعبين بفعل عمل إداري الجبار بالنسبة لنادي الدحيل منذ انطلاقة عندما كان لأخويا لك كرة خطيرة عربوية حاضرة الكرة الماضية البديل أبراهيم ناصر انطلاقة ممتازة من الطرف الأيمن مر وفتح لنفس زاوية التصويب وسدد كرة حاول أن يركنها في الزاوية البعيدة لكن وقوف جيد لبابا مارك يبعد تعود لأموصلان لورانس تصويبا من علامة شرف المنطق يبحث أموصلان الآن عن هدف تقليص الفارق هدف شرفي في اللقاء غير حاضر حتى اللحظة صراع قوي خلدون اسماعيل ما بينه ما بينه ساكبو كرة فيها صافرة طبعا خطأ وركلة حرة ثابتة كرة منقولة ووسط الميدان طارق حامد يعيد كرة خلفية إلى صاطع عبد الناصر بشباك نظيفة في اللقاء حتى الآن صاطع عبد الناصر إياك الكرة صافرة وخطأ وركلة حرة ثابتة مقولة في الخط الخلفي لمصلحة العربي هاتخذ مجددا إبراهيم ناصر يحاول مرور يفقد كرة وتدخل قوي خطأ وركلة حرة ثابتة لمصلحة أم صلال جواد حناش ساكبو إلى لورانس فالطرف الأيمن لبزمان بنقلة عود إليه مجددا بزمان داخل المنطقة طبعا تصويبا إلى خارج جردية الملعب بركلة مرمى لمصلحة العربي في آخر خمس دقائق متبقية قبل النهاية والختام متابعين الكرام العربي بثلاثة أهداف مقابل شيء يتقدم والعربي في الموسم الحالي مجددا يعملنا سلسلة بانتصارين متتاليين انتصار في المباراة الماضية على الخلطيات والآن على أم صلال نفس ما كان في المرة الماضية أو في القسم الأول الانتصارين الوحيدين على التوالي كانوا في نفس المرحلة يعني على الخلطيات ثم أم صلال في القسم الأول كرة بنقلة وارطلاقة فطرف الأيسر الى اراك الارمية التباس تعود بالطلاقة عرضية خطيرة القائم يبقى ذو مصلال من الرباعية القائم هو من يبعد الكرة تشوف غاردييل وماذا يفعل غاردييل ماذا يفعل غاردييل مر بسلاسة من ثلاثة لاعبين نقل كرة عرضية مثالية للبديل خلدون اسماعيل كرة خلدون يردها القائم الايمان لبابا مالك تعود الطلاقة مجدد حرر من الادوار الدفاعية غاردييل وخذلك كرة هجومية عربوية تعود لغاردييل مجددا الكرة لمصلحة العربي غاردييل خلفية الى طارق حامد يحاول ان انقل الكرة بينية لكنها تبعد ايضا تعود بارتدادة تعود في اطراف الايمان خطيرة على مشارف المنطقة لعبو سلول هذه بتلك يا السطور هذه بتلك يا لورنس كرتك في القائم قبلها بدقيقتين كرة لخلدون للعربي في القائم هذه واحدة بوحدة فيما يتعلق بالقائم الاهداف لا الاهداف لا ولكن لورنس ايضا القائم الايمان للعربي يرفض ان يقلص ام مصلال الفارق مقولة تدخل سقوط صافرة سلامات ان شاء الله لاعب العربي هنا القائم اللي رد الكرة الاخيرة من لورنس قدم اداء ممتاز لورنس قدم اداء ممتاز في مباراة اليوم لكنه غير موفق بكرة منقولة امامية حاضرة عربوية علي محمد جاقلها عمر يحيى يبعد تتحول الى ربي التماس لمصلحة العربي نقلة انطلاق غاردييل من الطرف الايمن مر غاردييل حاول لكن جواد احناش هذه المرة اقوى في التغطية تعود الكرة من الجبهة اليمنى خطير اوهوه سالفة القائم والعوارض في مباراة اليوم شف شف يا غاردييل اوه يستاهل يسجل هذا هذا طارق حامد طارق حامد البديل يستقبل كرة على طبق من ذهب خلاص العربي راح يوقف عند الرقم ثلاثة الرابع ما راح يأتي بعد كرة طارق الأخيرة اللي ردتها العارضة هذه المرة ردتها العارضة العربي ما راح يسجل الرابع راح يكتفي بالثلاثة ونحن الآن نتحدث خلاص عن نهاية الوقت الأصلي متابعين الكرام الختاب ونهاية الوقت الأصلي 90 دقيقة لأحداث المباراة التي يتقدم فيها العربي بثلاثية بيضاء نظيفة خطير الكرة وعلي محمد على التقديم ثلاثة قهر حكم المباراة يشير إلى وجود ثلاث دقائق وقت بدل ضائع ما قول الكرة خارج رضية البيتان راكرة مرمى لأ العربي ثلاثية نظيفة بيضاء هنا ساكبو لما سقط في منطقة الجزاء وطالب بقرار لم يلتفت خميس الكواري إلى تلك المطالبة أشار بالاستمرار وراكرة بروى مرمى لأ العربي أمامية ملعوبة ساكبو فالطرف الأيمن لمحمد جدو إلى ساكبو يقل كرة في الجبعة اليسرى لورنس يصل إلى كرة لورنس يبحث عن زميل خلفية لبزمان خبيري بزمان العربي يؤدي بكل جدية حتى في الوقت بدل ضائع وهو متأخر بثلاثية أو متقدم بثلاثية لكنه يؤدي الأدوار دفاعية بشكل ممتاز لا يريد أن تهتز جباكة بأي هدف في هذا المساء أم نصلان في تدوير الكرة والبحث عن هجوم تصل في الجبعة اليمنى طلال علي نقلة داخل المنطقة ياسين يبعد ليس إلى بعيد لورنس فالطرف الأيمن يضع كرة استقبال لكن أيضا إبعاد تعود بقطع عادل علوي لأم صلال يحاول التقدم والمرور لمسة يد وخطأ لمسة يد وخطأ وراكلة حرة ثابتة لمسرحة أم صلال راكلة حرة ثابتة سلامات إن شاء الله لاعب العربي اللي يسقط على أرضية الملعب ما هو محتاج أن يهدر أي وقت وأساسا لم يتبقى وقت طويل بكرة ملعوبة حاضرة من الطرف الأيمن جاسر يحيى للعربي يقل كرة أمامية وصلت الآن حاضر الانطلاق أحمد فتحي فيها إعاقة وخطأ فيها إعاقة وخطأ وراكلة حرة ثابتة للعربي وبطاقة صفراء أيضا بطاقة صفراء تظهر ضد محمد كاسولة في إعاقة أحمد فتحي الخطأ في مكان خطير لكن لو كان على اليمين كانت أخطر لإيجاردييل بقدمه اليسرى إنما الخطأ يأتي على اليسار اليسار بالنسبة للعربي هي على يمين بابا مالك الكرة الثابتة القادمة وأعتقد أنها الأخيرة في المباراة لأن الثلاث دقائق وقت بدى الضائع انتهت انقضت والعربي بثلاثية بيضاء يتقدم بالنتيجة أعتقد هذه الكرة ستنفذ وبعد ذلك خميس الكواري سيعلن عن النهاية في مكان خطير علي محمد يتقدم مدافع وقلب الدفاع لتنفيذ الكرة القادمة علي محمد يعني الدقيقة الأولى في اللقاء شهدت خطأ ونفذها أفراكو بدل جاردين الدقيقة الأخيرة الآن في اللقاء تشهد خطأ وعلي محمد يتقدم بدي للتنفيذ ربما للتنفيذ في الكرة الحرة الثابتة القادمة للعربي عالي تصدد بحائط الصدد تعود ومعها متابعين الكرام صافرة الختاب من خميس الكواري يعلن عن نهاية اللقاء العربي يحقق انتصار الثاني على الجواري السابر في البطولة الكلكول يرفع رصيدة إلى 21 نقطة يتقدم خطوة إلى الأمام من السابع إلى السادس سعدكم صحبتكم لنا لقاءة تتجدد بحول الله وعونه منزيد من الحديث الفني حول المبارضة